الشحرورة عاشقة الحياة والفرح والجمال ظلت متمسكة بالحياة حتى آخر وقت ورحلة الأسطورة متوضعة بصمت وهدوء بعد أن أطربت العالم بأكثر من 3000 أغنية و83 فيلم سينمائي عرضت الصبوحة بأشقها للجمال والأناقة وكانت تقول دائما أتمنى إذا خسرت سرواتي ألا أخسر جمالي وأناقتي كما أنها عرفت أيضا بكثرة زيجتها وإغضاقها على من تحب الأمر دازج علىها محط أنظار الجميع ولدت الفنانة صباح واسمها الحقيق جانت جيرجس فغالي في منطقة بدادون في جبل لبنان في يوم 9 نوفمبر من عام 1925 بدايتها الفنية كانت في عام 1943 في مصر بعدما لفتت انتباه المنتجة السلمائية لبنانية الأصل أسيا داغر والتي كانت تعمل في القاهرة ذهبت إلى مصر برفقة والدها ووالدتها ونزلوا ضيوفا على أسيا داغر في منزلها بالقاهرة وتم تكليف الملحن رياض سطنباطي بتدربها فنيا ووضع الألحان التي ستغنيها في تلك الفترة اختفى اسم جانت وحل مكانه اسم صباح في فيلم القلب له واحد عام 1943 وهو أول فيلم سينمائي تظهر فيه وفيه غنت أيضا الحان رياض سطنباطي وزكريا أحمد وتوالد بطولتها السينمائية من أهم أعمال الشحرورة صباح في السينما فيلم الرجل التاني والأيدي الناعمة ليلة بكى فيها الأمر شارع الحب الحب كده هذا ما جانه أبي باريس والحب نار الشوق الأنسة ماما عانت الشحرورة صباح من إصابة ابنتها هويدا بأزمة صحية نتيجة إدمانها للمخدرات وذلك عام 2006 مما أكبرها على بيع بيتها والإقامة في الفندق وإدخال ابنتها مساحة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية وأفادت تقارير صحفية في مطلع عام 2009 أن صحة هويدا بدأت في التحسن وبالتالي قررت إعادتها لتعيش معها في لبنان وكان الرئيس الليبي السابق معمر القذافي قد عرض عليها الإقامة في قصر فخم في ليبيا ولكنها رفضت مغدرد بلدها لبنان ولذلك قرر شراء بيت لها في منطقة الحازمية بمبلغ مليون دولار خلال مسيرتها الفنية قدمت صباح حوالي 85 فيلم مع كبار الممثلين منهم رجي أبازة وأحمد مظهر ومحمد فوزي وفريد الأطرش وقدمت أيضا حوالي 27 مسرحية لبنانية أما أول الأغاني التي أطلقتها شعبيا هي يا هويدة هويدة لك ولها حوالي أيضا 3500 أغنية من بينها أغير الأفلام والمسرحيات وغنت لعمالقة العالم العربي كما شاركت صباح في العديد من المهرجانات الدولية ووقفت على أشهر المسارح العالمية ظهرت الشحرورة في لقاء في أواخر أيامها قبل وفاتها مع الإعلام الشهير وائل الإبراشي وتحدثت عن حياتها الشخصية والفنية بلا حواجز أو حدود عن زيجتها وأصدقائها من الوسط الفني وكان قد انتشرت أقاويل عن صباح سببت لها إزعاج حيث قالت أحدهم أنا لا أريد أن تكون نهايتي كنهاية صباح لأنه ذكر أنها كانت تسكن في فندق في أيامها الأخيرة لأنها لم تكن تملك الفضر الكافي من المال لشراء منزل لكن أوضحت خلال حوارها مع الإبراشي أن المال لم يكن من ضمن أولويتها مؤكدة أنها إذا كانت اتدخلت المال الذي جانته من الفن لاشترت لبنان كلها تابعت الشحرورة صباح حديثها عن أصدقائها في الوسط الفني وقالت فاتن حمامة أعظم ست في الدنيا فقد كانت تحبها جدا وفي بداية فاتن حمامة نصحها الموسيقار محمد عبد الوهاب بالغناء إلا أن الشحرورة كانت ترى عكس ذلك ونصحتها بالتمثيل أما عن السندريلا فقالت صباح سعيد حسني كانت فراشة حتى بعد أن ظهرت نجمات صغيرات ظلت محتفظة بجمالها وكانت ترى أن السندريلا لم تنتحر وأنها ماتت مقتولة أما عن زيجتها فقالت صباح لم أكن محظوظة في اختيار الزوج المناسب وتوضح الشحرورة أنها كانت تحلم بأسرها دئة ومستقرة وزوج لن يخونها أو يبتعد عنها في يوم من الأيام إلا أن الواقع كان مريرا وكل أزواجها خانوها رغم أنها في تلك الفترة كانت من أكبر الجوائز التي يمكن أن يفوز بها رجل في حياته إلا أن أزواجها خانوها بطرق لم يكن لها حل إلا الطلاق حتى رجل أبوزة الذي كانت تحبه وهو يحبها خانها أيضا وهي خانته اشتهرت الفنانة صباح بتعدد زيجتها والتي وصلت إلى تسع زيجات وأوضحت الشحرورة قبل وفتها أنها راجعت لتعدد الزوجات بسوى خوفها من أن تعيش بمفردها وخوفها من شبح الوحدة أول أزواجها كان نجيب شماس وهو والد ابنها الدكتور صباح شماس وقضت معه خمس سنوات أما الزوج الثاني فكان خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود وقضت معه عدة أشهر وحصل الطلاق بسبب ضغط من عائلته لتطليقه منها الزوج الثالث كان أنور منسي عايز في الكمان المصري ووالد ابنتها هويدا وقضت معه أربع سنوات أما الزوج الرابع فكان أحمد فراج وهو مزيع مصري وقضت معه ثلاث سنوات الزوج الحابس كان الفنان رجي أبازة وقضت معه خمس شهور الزوج السادس كان الفنان يوسف شعبان واستمر الزواج لمدة شهر واحد فقط ونهى الفنان يوسف شعبان هذا الزواج من الفنانة صباح أما الزوج السابح فكان النائب يوسف حمود وقضت معه الشحرورة صباح سنتين أما الزوج الثامن فكان الفنان وسيم طيارة وقضت معه أربع سنوات وهو فنان ومخرج مصرحي ارتبطت به عام 1973 وانفصلت عنه بالطلاق بعد خمس سنوات وذلك بعدما اكتشفت خيانته لها مع عشيقة استأجر لها شقة وتحولت قصتهم إلى فيلم ليلة بكى فيها الأمر عام 1988 الزوج التاسع كان الفنان فازي لبنان وقضت معه الشحرورة صباح أطول فترة من بين كل من تزوجت منهم وهي 17 عام توفيت الفنانة اللبنانية صباح في فجر يوم الأربع الموافق 26 نوفمبر من عام 2014 لمعانتها من أمراض الشيخوخة بعد مشوار فني حافل وتاريخ طويل من محبة جمهورها لها ترجمة نانسي قنقر